استكمالاً للمسارة الإصلاحية الذي أتبه الدستور الجديد المجلس الأعلى للشباب على بعد أيام معدودة من تنصيب أعضائه بعد تعيين رئيس الجمهورية لمصطفى حداوي رئيساً للمجلس هذا الأسبوع منبراً وفرصة للشباب الطموح للتكيف مع تحديات الجزائر الجديدة محوك شباب وأعضاء في المجلس الذي يعتبره هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية إلى إعادة الروح الوطنية وثقة الشباب بالدولة من أجل خدمة الوطن كما أننا نسعى إلى الإصلاح في جميع الميادين التي تمثل الفؤى الشبانية وهذا من أجل إعطاء الشباب مساحة أكبر بما أنهم أكبر فئة في المجتمع للإبداع والاستثمار والتشغيل المجلس الأعلى للشباب الذي تم تفعيله جاء بصلاحية أوصح في دستوري 2020 وجمع بين الانتخاب والتعيين تكريساً لغرس ثقافة الديمقراطية والتنفس بين الشباب فيه نقطة مهمة فيما يخص مجلس الأعلى للشباب وهي تركيبة هذه المؤسسة الدستورية فقد جمع المؤسس الدستوري ما بين الانتخاب الشباب وما بين التعيين ونلاحظ على أنه أعطى الفئة الكبيرة فيما يخص تعيين أعضاء المجلس الأعلى للشباب عن طريق الانتخاب وهذا يعطي لنا مؤشر على غرس ثقافة الديمقراطية غرس ثقافة الانتخابات والمنافسة ما بين الشباب وكذلك يعطي لنا اتقى ما بين الشباب ومؤسسات الدولة هيئة استشارية سترافق الشباب وتشكل حلقة وصل بينهم وبين السلطات علها تكسر عزوفهم وانقطاعهم عن الصحة السياسية لعقود من الزمن بسبب الممارسات السابقة